الذهب الأصفر تلألأ في أعماق صحراء كربلاء، فتميلت سنابله من ثقل حباتها التي تميزت بأنها من سلالات ذات الرتب العليا معلنة موسم الحصاد. إذ باشرت ملاكات موقع الساق الزراعي الذي يحتوي على تلك الثروة الزراعية بحصاد ثمانمائة وأربعين دونما من الحنطة لجني أصناف بذور تعود على الفلاح العراقي مستقبلا بمحصول وفير وذين قاوة عالية. باشرنا بعون الله تعالى بالأمس بموقع الساقي للمياه البديلة حصاد الحنطة الرتب الحمد لله. أنواع الحنطة التي زرعناها صنفين صنف الإباء وصنف بغداد هذا بذور يعني هم بذور سلمتنا يا الدولة. برنامج زراعي متكامل لإدامة الأرض ووقايتها باستخدام أسمدة ومبيدات إحيائية وفرتها شركة خير الجود. وهو أحد العوامل الرئيسة التي جعلت الأرض منتجة لمحصول الحنطة ذات السلالات المميزة باتباع طريقة الري بالمرشات المحورية وبالاعتماد على مياه الآبار. برنامج التسميدي على الجود يعني معمل الجود للعتبة العباسية والإشراف كانوا هم الولد بإشرافهم وكان دائما يجونا هنا بالإشراف والحمد لله النتائج جيدة جدا. مواد اللي استخدمناها بالبداية استخدمنا هيوميك وبعدين استخدمنا المزايا. إنتاج أصناف ذي كفاءة من بذور الحنطة تعود مستقبلا بإنتاج محصول وفير يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. فضلا عن إنعاش الثروة الزراعية في البلاد. وهذا الأمر الذي دعا العتبة العباسية المقدسة إلى زراعة الحنطة للسنة الثانية على التوالي في مزارع الساقي. اشتركوا في القناة